رغم إعلان حالة الطوارئ في الإكوادور وانتشار وحدات خاصة من الجيش والأمن في شوارعها إلا أن خمسة سجناء استطاعوا الهروب من السجن الأشد حراسة سجن جوايا كيل حيث يقبع فيه المجرمون الأكثر خطورة في البلاد الشرطة في الإكوادور تبحث برا وجوا لتحديد مكان الهاربين وعلى الرغم من عدم إدلاء السلطات أو إدارة السجن بأي تصريح إلا أن مصدرا في الشرطة كشف لوكالة فرانس بريس عن القبض على اثنين منهم وذلك بعد فترة وجيزة من هروبهم عبر الجزء الخلفي من السجن هؤلاء السجناء استغلوا أعمال العنف التي هزت الإكوادور والتي جاءت بعد هروب زعيم عصابة لوس تشونيروس الهروب الذي أدخل البلاد في أزمة أمنية غير مسبوقة ما اضطر رئيس الإكوادور إلى إعلان حالة الطوارئ ودخول البلاد في نزاع مسلح داخلي سلطان العيبان العربية